السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلب السنة ثالثة السنوية. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد واحد من فيديوهات المراجعة اللي بنشتغل فيها على فلو اول مرة تشرفني في القناة سبسكرايب وما تنساش لايك للفيديو ولو جاهز في مكان ينفع يلا تقعد تذاكر وتحل في كم اسئلة كده وتستوعب كده. يلا بينا نبدأ الفيديو. بالله عليكم. بالله عليكم. بالله عليكم. انا بقول لي سبسكرايب ولايك. وقبل ما تخرجوا من الفيديو. قولوا سبحان الله. باي. كا. فيديو ده السنة ثالثة هنشتغل فيه على الجرامر. وبنبدأ من مجموعة الافعال اللي هي مجموعات الافعال اللي لما باجي استخدمها بحط بعدها افعال فيها ing ولا to infinitive. ولو مذاكر الجرامر ده وجاهز هتعرف تحل معايا. ولو مش مذاكر ركز عشان كل سؤال هعلق لك عليه وهقول لك الفعل ده ازاي تستخدمه صح. بيقول لي. هل تعتقد ان في يوم من الايام الناس هتمتنع وهتتوقف عن قراية الاخبار. وستوب بتيجي بمعنى التوقف الامتناع. والتوقف اللي هو التوقف. انك تقوم تقف. احنا هنا عايزينها بمعنى الامتناع. وخليك فاكر المنحوظات دي لو تقدر تكتبها طبعا وتعمل النوتس دي. وترجعها معايا ليلة الدمتحان. هتلاقي نفسك ان شاء الله داخل متطمن لان كم الاسئلة هنطلع كده شوية افكار حلوة مني. لو عايز استوب استخدمها امتناع. احط بعدها هنا هتبقى استوب ريدي. number two. my teacher advised me to practice. الميستر نصحني ان انا to practice a lot of sports. ان انا امارس عمل الرياضة. the practice من الافعال اللي بيك بعدها جيراند. وط بعدها بي. اللي هي doing. number three. ميستر فاوزي has to build a new house in the country. has a allowed, encouraged, planned, suggested. اقترح ممكن وممكن planned ان هو خطط. لكن planned هنا اللي هنستخدمها عشان فيه حرف جر two. لكن suggested ما يجيش معاها two. number four. I went to the market. some fruit. هي راحة بالسوق. عايز اقول لكي تشتري. لكي دي في الانجلش excellent اللي بيقول two plus infinitive letter c to buy. لكي تشتري بعض الفكه. number five. my mother always asks me. ماما دايما بتطلب مني ان ازاكر جيدا. asks me. excellent. اللي بيقول two infinitive برضو هنا. to work hard. number six. would you like me? استخدام would مرتبط عندنا ان احنا الحط to infinitive. would you like me to help you? number seven. we regret that the train will be 30 minutes late. regret بتيجيب معنايين ودي افعال اللي بتلغبط الطلبة بتاعت سنة تالتة هي بتيجيب معنى الندم وتيجيب معنى الاسف ان الواحد بيتأسف على خبر سيء. هنا بقى ندم ولا اسف. مش معقول بيقول احنا بنندم يعني ان القطر جاي تلاتين ساعة متأخر هنا بيتأسف لكم. معنى الاسف. يعني هي هنا تساوي sorry. طب sorry الفعلي كان بيجي two المصدر? ولا كان بيجي ing. i'm sorry to say. هنا برضو we regret to say. بنأسف ان احنا نذكركم بهذا الخبر. يبقى الاسف زي sorry. هحط two infinitive. number eight. experts expect thousands of tourists. الخبر بيتوقعوا آلاف من السياح تحرير ميوزيام this week. ان هما يجوا يزوروا المدان او المتحف بتاع المتحف التحرير في الاسبوع ده. والفعل expect بيجي two infinitive. يبقى a thousand of tourists to visit two almost. number nine. my brother reminded me. اخويا فكرني. some bread from the shops. ان اشتري و رماند من الافعال اللي بيجي بعدها two infinitive. two pi. number ten. كمال allowed me. هو سمح لي. وده برضو بيجي بعدها two infinitive. allowed me to use. i regret. this old car. it often breaks down. واحنا كنا لسه بنقول regret من الافعال اللي بيجي بعدها ing او tool muster. بس بنستخدمها tool muster لو هي معناها الاسف. زي sorry. طب هل هنا في اسف؟ لا هنا ما فيش اسف. هنا ندم. يبقى هحط الفعل في ال ing form. letter a. i regret buying. number twelve. ناصر remembered. هو افتكر. وremember. وكلمة remember وفرجيت لو تفتكروا. كنت بقولك بيعبروا عن الذكريات. لو حطيت بعضهم verb ing. ناصر remembered in the playground when he was little. كان بيلعب في الملعب وهو صغير. قضى هنا بيتكلم عن الذكريات. يبقى remembered playing. letter b. number thirteen. ليلة admitted. space us the wrong time to meet at the ball. هي اعترفت ان هي كانت مديا لنا معاد غلط عشان نروح نقابله. والفعل admit بيجي بعدين ing. admitted telling us. number fourteen. it's no good. لا فائدة من لا فائدة من الشكوى. it's no good complaining. عشان احول الفعل اللي ناون يعني اشتكي. احوله لكلمة شكوى. يتحط للفعل ing. النقطة الضد يخلي بالك منها. و it's no good idiom كده معناها لا جدوى من. لا جدوى من الشكوى. من الطاقس. so won't change. مش هيتغير. number fifteen. i can't help. وهنا برضو عايز يقول مفيش فايدة يعني مش عارفة. i can't help when i talk to my little grandchild. يعني مفيش فايدة. في اني قاعد اتكلم مع طفل صغير يعني مش هيسمع كلامي يعني. i can't help smiling. يعني بيجي بعد الانجيم ده i energy. number sixteen. when she felt sleepy. لما حست ان هي نعسانة. لما حست بالنوم. rudina stopped herself a coffee. يعني هي امتنعت عن ان هي تعمل لنفسها في انجان قهوة? واللي هي وقفت على حيلها كده حرفيا عشان تعمل اه هنا مفيش بقى امتناع. مبتمتنعش عن حاجة هي وقفت حرفيا عشان تعمل لنفسها فانجان. يعني هنا مفيش امتناع. يعني مش هحتاج اي انجي. excellent. يبقى stop to make. يعني ده مش ايه? مش امتناع. امتناع هو اللي بحط له اي انجي. سبنتين. ويقول لايك كلنا بنحب فوتبول ولايك من الافعال اللي على طول احط بعدها اي انجي الا لو جاء قبلها مسلا بحط طول مصدر. لكن هي هنا مفيش اي حاجة معها. هحط اي انجي. بعدها على طول. لايك وهيت وانجوي. دي افعال يجي بعدها اي انجي. number 18 remember if you are to be late. افتكر انك تتصل لو انت هتبقى متأخر. هل هنا remember وفرقيت كنت بقولك لو ذكريات هنا كنا اه بص remember هنا كنا بنقول remember playing. بيفتكر لا بوفر ملعب ذكريات اي انجي. هنا مفيش ذكريات. هنا بيقول له افتكر انك تعمل الحاجة دي ما بيتكلمش عن ذكريات يعني مش هحتاج اي انجي. هقول له remember to infinitive. remember to phone. number 19. احمد denied. هو انكر. ماي بن. ان هو اخذ قلم. ودي من الافعال اللي بي اللي ممكن تعمل لغبطها للولاد. خلي بالك من الملحوظات اللي انا هتطهالك. كلمة هفتو مثلا تستخدم دي ملحوظات صغيرة كده بس خلي بالك منها. لكن الدرس ده بي لغبط وهنعلق كده وهنطلع افكار واحنا بنحلم من الاسئلة. النوت الاولى بتقول لك you have to wear the school uniform. خلي بالك هنا بيستخدمها الزام. في سلطة خارجية هي اللي بتتزمه. يجب ان ترتدي ازي المدرسة? you really have to help with the office work. انت فعلا محتاج انك تساعد في شغل المكتب. هنا بيقول لك يفضل استخدم هفتو او هستو وليس ماصد لما يكون في ظروف معينة. يعني زي ما بيقول لك هي يعني المكتب بيفرض عليك كده في الزامات خارجية كده عشان الشغل يمشي. فهنا بيستخدم هفتو. بيقول لي mustn't. و don't have to او don't need to. هي mustn't يبتيجي بمعنى التحريم. بمعنى محرم او ممنوع. لكن دي بمعنى مش ضروري. لأ امسلها هتوضح الموضوع ده جدا. you mustn't use your personal mobile for work code. انت ممنوع انك تستخدم الموبايل الشخصي بتاعك for work code. في المكالمات بتاعة الشغل. ممنوع انك تعمل كده. وده طبعا عن شيء قوي جدا يعني ايه مفيش في ايه مفيش في تهريج. يعني لازم تنفذك. you don't have to use your personal mobile for work code. هنا بقى لما يحطها. you don't have to. معناها بيقول لك مش ضروري بقى انك تستخدم التليفون بتاعك هنا يعني لمكالمات الشغل. هنا بيقول لك ليس ضروريا طبعا يعني. الموضوع هنا مفيش في مشكلة يعني لو حصل بس هو مش ضروري انك تعمل. تعال نحل و هنطلع افكار اكتر من كده ونشوف ازاي نستخدمها كل اللي احنا عملناه في هنا على اللي هي الالزامات او ضرورة. تعال نمبر one. i the living room yesterday. my sister had already tidied it. يعني ما كانش ضروري ان نعمل كده خلاص اختي بالفعل هي اللي نضفتها. يبقى انا محتاج المعنى المنفي. عندي don't have to tidy. didn't have to tidy. الموضوع في الماضي. يبقى اللي هي اللي صح عشان زمن الماضي. didn't have to tidy. نمبر two. i'm sorry i didn't visit you last night. انا اسف اني مزورت مزورت اكشن بارة. اللي اللي فات. i see my doctor. موضوع في الماضي. عايز اقول انا كان لازم اشوف الدكتور. مش محتاج معنى النفي خالص. يبقى طلعت اول اتنين برد. معايا letter c ومعايا letter d. had to. وبتتلم عن الماضي. يبقى طبعا هاختار الماضي letter c. had to. number three. you more sugar. we already have a lot at home. عندنا كتير في البيض. you more sugar. يبقى انت شراء بالسكر مش ضروري. محتاج المعنى النفي. فيه اتنين منفيين. can't buy letter d. يعني فيه اتنين c وبت اللهم برد. you can't buy. needn't have put. مكنش ضروري انك تعمل كده يعني. الموضوع في الماضي. دي طبعا الاول. محتاجين كده او مكنش ضروري انك تعمل كده. number four. علي isn't late for school. so he space harry. هو مش متأخر على الشور. الموضوع في المضارع. فهو اني يسرع مش مش محتاج يسرع. فيه اتنين منفيين. letter c و letter a. letter c. needn't. مش محتاج يعمل كده. و needn't طبعا افكرك انك بتستخدمها بدون حرف جره two. number five. my children wear a uniform in primary schools. يلبسوا ازاي الموحد في الابتدائي. مرحلة الابتدائي. كان يجب عليهم فعل ذلك. طلع طبعا letter c و letter d ما نفيين. اطلعهم برا. في اختار letter b. كان يجب عليهم فعل ذلك. number six. نهال. و space worry. she still has six months before her exams start. لسه فيه ست شهور قبل ما اللي امتحانات تبتدي. نهال. و ري. مش لازم تقلق. هي اساسا الوحيدة المنفية هنا اللي متدائي معنا النفق. letter a. doesn't have to. طبعا انت بتقول يا بختها. انت بتقولي دلوقتي اللي بيتفرج على الفيديو يقولي يا بخته لسه قدامه ست شهور لو يرجع بيا الوقت تاني. ان شاء الله ربنا يعبيها على خير ويقبل بخاطركم. وتطلعوا كده يعني انتراضيين عن الامتحان. ويحقق لكم كل يتمنوا يا رب. number seven. you take photos here. that's not allowed. المعنى واضح جدا بالحتة بتاعت ان ده مش مسموح انك تعمل كده. يبقى انت محتاج للكم القوية رجعنا عليها النهاردة بمعنى ممنوع. letter b. mustn't. number eight. you space try my sister's cake. تجرب كيكة اختي. it's really delicious. هي لذيذة. يجب انك تجربها. كل المنفيين هيطلعوا بره بالاستثناء كده. needn't shouldn't mustn't يبقى اكيد letter c. وهنا دي دعوة. لازم تجربها. بعمله دعوة بدعية يعني. number nine. ردوة to go to the doctors yesterday because she suddenly felt much better. هي فجأة حست ان هي كويسة. فهي بقى كان لازم تروح للدكتور. ما كانش ضروري تروح للدكتور. لان فجأة هي حست ان هي كويسة. اه ما كانش ضروري بقى. should have ما كانش ضروري انها تروح. يعني محتاج معنى منف. يا دي يا letter c. mustn't لاما didn't have to. وهي اصلا فيه two موجودة فوق مكملة المعنى تمام جدا جدا. ما كانش لازم تروح. didn't have to go to the doctors. كانش لازم تروح للدكتور هي حست فجأة ان هي ايه? اه بقت احسن. number ten. you space show your passport when you arrive at another country. انك تظهر الباسبورت جواز الصفر لما توصل بلد تانية. طبعا اكيد ده لازم تعمل كده لان ده هتفتش حاجة كمان خارجية الزام خارجي. سلطة خارجية اللي انت بتنفز اوامرها. وده هفتو. letter c. number eleven in england most people. في انجلترا معظم الناس space work until the r67. يشتغلوا حتى يوصلوا من العمر 67. it's the law there. وده قانون هناك. بعد كده يفكروا ويطلعهم عاشية. يعني لازم يشتغل للسن ده. وده الزام خارجي. يبقى برضو هفتو. people have to work. number twelve. you really space visit us when you are in cairo next week. لازم تيجي تعمل كده must. ضعوة. number thirteen. we our umbrellas to england strangely it didn't rain at all. حاجة غريبة جدا. ده هي ما ما اضطرتش خالص. يعني عايز يقول ما كانش في حاجة بقى ان احنا نعمل كده. didn't have taken. واللي بيقول didn't have to take. فكر الفرق بقى. اللي كان متابع فيديوهات الشرح. هيفتكر الفرق ده. ان didn't have to. لم يكن في حاجة الى الفعل. وما عملوش. ما عملش الفعل. لكن didn't have taken. لم يكن في حاجة الى الفعل. بس للأسف هو حصل بقى خلاص. يبقى ما كانش لازم ناخد الشمسيات. معانا لقى حاجة غريبة ما ما اضطرتش. يعني معنى كده ان هما عملوا الفعل ده. بس ما كانش ضروري يحصد. didn't have taken. number 14. one space. pass a driving test to drive a car in in Egypt. لازم يعدي من امتحان السواقة اكيد عشان يقدر يسوق العربية. في اتنين منفين يطلعوا بره. عندي have to وعندي must. ده الزام خارجي يبقى the letter c. have to. number 15. do i take this medicine? هل يجب ان ااخذ هذا الدواء? هل ما ينفعش استخدمها مع دو. الا لو فيها تو يعني. do i have to? must نفس الكلام ما ينفعش تيجي مع دو. need to تنفع. do do i need to. هل انا محتاجي ان اخد الدواء ده? وشود ما تجيش طبعا مع الفعل تو. ده فعل من الافعال النقصة وده فعل من الافعال المساعدة ما بيجوش معها. number 16. does عمر have to تنفع? need مفيش تو طبعا. لا هي have to. جاية مصبوطة ومعاها تو. does عمر have to? هل هو لازم يشيل كل الكتب دي ويروح بيها المدرسة? number 17. زي? space? any more money? بدان في اي اه انا محتاج معنى منفية. يعني هم مش محتاجين كلهم منفية. مش محتاجين يدفعوا. need not. اللي هيكمل هيحط طول مصدر. دي need not. ما يجيش معها تو. بترسيها اللي صحب. بص بقى شوفتها بنحل ازاي? بنحاول نعمل استثناءات كده ونشيل الحاجة اللي ما تنفعش هنستثنيها هنطلعها بره لحد ما نوصل للاجابة الصحب. number 18. i space see a doctor tomorrow. ان اشوف الدكتور غدا. بدان فيه مستقبل. على طول عيني بتروح على will have to. صحيح. number 19. traffic rules. القوانين بتاعة المرور. جمع. يبقى الاولى دي ما تنفعنيش. بي دي ما تنفعنيش. traffic rules جمع. have to follow. have to be followed. قوانين بتاعة المرور. لازم ان يتم اتباعها. لما احتاجها صيغة ال passive. اللي دايما تطلع لي في كتير من الاسئلة. صيغة ال passive معنى المجهول. القوانين هنا مش هتتبع نفسها هي حد. هيتتبعها. يعني هي هتتبع. نحتاجها passive verb to be تصريف ثالث. يبقى يجب ان تتبع. عشان اجيب معنى passive خليك فاكر. verb to be تصريف ثالث. number 12. space to arrive at school. before seven. قبل الساعة سبعة. must you? do you have to? هو بدا في two? انا شايف ان دي اولى واحدة. have you? مش باسأل بطريقة يجب انه مبدأش بhave ابدا كده. you have دي مش سؤال. هالي اتنين دول برا. زي ما have to arrive at school before seven. هل يجب ان تصد للمدرسة قبل السابعة? number 21. the oil in this core space before he set off. يجب ان يفحص قبل ما يطلع بالعربية. كان يجب ان يفحص. يبقى المدارعة ده انا مش عايزوه. طب عرفت منين انها ماضية منصر هي. مش حاطت بعدها فعل في اس. يبقى دي مش مدارعة ده ماضية. كان يجب ان يفحص زيت العربية قبل ان ينطلق. had to check. الزيت بتاع العربية. يجب ان يفحص كده انا جبت بسب معنى بسب مجهول. انا محتاج المجهول زي ما قلت لك في ربط بيت تصريف ثالث. لسه كنا متكلمين عنها في السؤال تسعة عشر. والليتر بي هي الصح had to be checked. number 22. I take my driving test tomorrow. بكرة. انا يجب ان انا اخذ الامتحان بتاع السواقة يعني. I will have. محتاجة طبعا اللي راح عليها. انا شايف ان هي من غير two. ومفيش two for. mustn't مش تنفع ممنوع. have two. I need. need بتحتاج two. هي اقرب اجابة موجودة. بمعنى يجب ان انا اخذ الامتحان بكرة. طبعا كان الاولى انه يجيب دي ويكمل بيها بس طبعا محطوطة كده فخ يعني. number 23. three. we help our parents. يجب ان احنا نساعد اهلنا. we must. number 24. I call my parents to say that I am going to be late. انا لازم اكدمهم عشان اقولهم ان انا هتأخر. have مفيش two. اهو ده الزام داخلي انت بتعمل حاجة احترامة ليهم. يبقى I must call my parents. twenty five. why do you space buy all this groceries. ليه انت لازم تشتري كل البقالة ديت اللي هي حاجات السوبر ماركت. why do you must ما يجيش مع دو زي ما قلت بقول لكم قبل كده. need two تنفع. هي has two. يعني تنفع في سؤال زي كده بس يعني انا شايف few. مش تنفع معها has. يعني ما في قلت بقى have two يعني. بدي برضو برد. اه ليه انت مش محتاج تشتري need and have بتحتاج تو برضو بعضها. زي ما قلت لك. do you need to? دي انت بتحتاج تشتري كل هذه البقالة. وكده يبقى خلصنا الكم اللي هنشتغل عليه في الفيديو ده. تابعني يا الله في سلسلة فيديوهات جديدة. تنساش subscribe like للفيديو. شوفكم على خير كلكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.